الجواب على سؤالك الأول يا أخ طلح بارك الله فيك أولا بالنسبة لقول الله عز وجل وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيما دامت السماوات الأرض أهل العلم جوابان على هذه الجمع بينها وبين قول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجيل للكتب الأولى الجواب الأول أن السماء والأرض المذكورة في الآية الأولى هي غير السماء والأرض التي نعرفها نحن الآن بدليل قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هذا هو الجواب الأول قالوا بأن ليس المقصود هي الأرض والسماء اللي عاش عليها الناس وشافها الناس شافوا السماء اللي يطويها الله عز وجل وإنما تبدل كما في الآية الكريمة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الجواب الثاني قالوا بأن الجنة فيها أرض وسماء الجنة فيها أرض و سماء أما الأرض فجاءت النصوص كثيرة جدا في بيان تربة الجنة وأرض الجنة و شيء من هذا القبيل وأما السماء فهو سماء الجنة هو عرش الرحمن عرش الرحمن ولذلك كل ما علاك فهو سقف كل ما علاك فهو سماء كل ما علاك فهو سماء ولذلك هذه السماء سماء السقف يسمى سماء قالت جل وعلا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع سبب إلى السماء يعني السقف يمد حبل ليشنق نفسه ليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع السحاب يسمون سماء العرب ماذا تقول والقرآن نزل بلسان عربي مبين يقولون إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا يعني نزل المطر من السماء والمطر ينزل من السماء ولا من الغيم ولذلك أخي الفاضل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ثم قال وعرش الرحمن سقف الجنة ولذلك هذا هو التوجيه الثاني الذي ذكره أهل العلم